هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صاله رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أعزائي المشاهدين متابعي قناة الأنيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الأمسية بإذن الله عز وجل سنتكلم عن قصة شيقة يقرأها كثير من المسلمين في يوم الجمعة حين يقرؤون صورة الكهف لأن السنة للمسلم أن يقرأ يوم الجمعة صورة الكهف فإن في قراءة صورة الكهف يوم الجمعة فضل عظيم فقد جاء في الحديث أنه يضاء له ما بين الجمعتين وتلاتة أيام ما معنى الحديث يعني إنسان كي ربي يوفقه ويقرأ صورة الكهف يوم الجمعة الله سبحانه وتعالى يسدده ويوفقه يحفظه في ذلك الأسبوع من الذنوب والمعاصي ويوفقه لفعل الطاعات نهيك عن ما فيها من الأشر العظيم كل حرب بعشر حسنات وإذا واضبت على قراءة صورة الكهف يوم الجمعة سوف لن تشعر تمر بضعة أشهر حتى تقاروحك حافظ صورة الكهف وهي صورة سبحان الله يغلب عليها طابع القصص متملش من قصة إلى قصة تقرأ قصة أصحاب الكهف ثم قصة أصحاب الجنتين ثم قصة موسى مع الخاضر ثم قصة دلقرنين اليوم إن شاء الله سنتكلم عن قصة أصحاب الكهف هي أول قصة ذكرت في صورة الكهف وهذه الصورة لم تذكر إلا في صورة الكهف وتظهر أهمية هذه القصة أنك تقرأها كل يوم جمعة أنت كل يوم جمعة تقرأ هذه القصة فلابد أن تفهم هذه القصة ولابد أن تتعلم ما فيها من العبر والعضات يعني عيب تقرأها كل يوم جمعة وأنت لا تفهم منها بعض الكلمات بالوسيد مرفقة وتتعلم ما فيها من العبر والعضات لأن إذا قرأتها يوم الجمعة وترك فهم معنتها ستشعر بلد أكثر ومن أهمية هذه القصة أن الله سمى صورة الكهف باسمها لا تسمى صورة الجنتين أو صورة دي القرنين أو صورة موسى مع الخضر تسمى صورة الكهف لأنه جاء فيها ذكر أصحاب الكهف فهي قصة عظيمة هذه القصة يا إخواني الذي قصها علينا هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق يعني إذا أردت أن تعرف قصة أصحاب الكهف بالحق والصدق الذي لا باطل فيه فعليك بالقرآن الكريم لا تبحث عن قصة أصحاب الكهف في الإنجيل ولا في الإسرائيلية عليك بالقرآن الكريم نحن نقص عليك نبأهم بالحق من هم أصحاب الكهف؟ أصحاب الكهف هم شباب إنهم فتية شباب يا إخواني ولكن شباب مؤمنين والله عز وجل ينصر دينه بالشباب هذا هو الشاب المؤمن في زمن الفتن يتبت على دينه مع وجود الشهوات والمغريات الفتن في البيوت في الشارع في كل مكان وهو قابض على دينه القابضون على الجمر فأصحاب الكهف كانوا شباب وأيما شباب إنهم فتية أتمنى الله عليهم آمنوا بربهم وزيدناها موذة لأسب بعض الشباب المسلمين اليوم تأثروا بعادات الكفار العادات السيئة لم يتأثروا بهم في التطور الدنيوي إنما تأثروا بهم في الظاهر فيلبسون لباسهم ويسرحون شعرهم كتسريحتهم ويقلدونهم في كل صغيرة وكبيرة في الأمور التافهة في الأمور التي تخالف الشرع فأصحاب الكهف شباب عددهم سبعة وهؤلاء الشباب كانوا يعيشون بين قوم مشركين تخيلوا كل قوم هم مشركين وهما سبعة مؤمنين الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصتهم مجملة ثم ذكرها مفصلة أنت لما تقرأ صورة الكهف ذكر الله قصتهم مجملة أعطانا مقاطع منها حتى يشوقنا ثم ذكرها مفصلة وهي قصة عجيبة لكن هناك في القرآن ما هو أعجب منها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة هي قصة عجيبة لكن هناك ما هو أعجب منها ولماذا يا إخواني سموا بأصحاب الكهف لأنهم مكتوا في الكهف مدة طويلة لازم الكهف يعني هو غار في جبل مكتوا في الكهف ثلاثمائة سنة وتسع سنوات ثلاثمائة وتسع سنين والصحبة تطلق على طول الملازمة فسموا بأصحاب الكهف لأنهم لازموا الكهف مدة طويلة وكما قلت لكم قصتهم عجيبة ناموا ثلاثمائة وتسع سنوات ثم أحياهم الله قال العلماء هدفيه دليل على قدرة الله على إحياء الموت الذي أنامهم ثلاثمائة وتسع سنوات ثم أحياهم قادر على إحياء الموت نشرح في القصة على سبيل التفصيل أخبر الله أنهم فتية إنهم فتية لكن ليس كحال قومهم آمنوا بربهم قومهم كانوا مشركين أما هم كانوا مؤمنين أعز ما يعتز به الإنسان في هذه الدنيا هو الإيمان والإسلام نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فهؤلاء الشباب اعتزوا بإيمانهم مع أنهم كانوا يعيشون بين قوم مشركين ماذا كانت النتيجة أن كفأهم الله في الدنيا وزدناهم هدى فهم آمنوا فزادهم الله هدى لأن الإنسان كدر الطاع الله سبحانه وتعالى يوفقه لطاعات أخرى إذا كنت في نهارك تحافظ على الصلاوات الخمس في المسجد مع جماعة المسلمين تقرأ وردك تحسن في معاملة أبويك تحسن إلى جيرانك ربي سبحانه وتعالى يوفق قوم الليل وإذا أحسنت في ليلة قمت الليل وقرأت القرآن ربي يوفقك في نهارك كما قال سليمان الدالاني رحمه الله من أحسن في ليله كفئ في نهاره ومن أحسن في نهاره كفئ في ليله فهم حققوا الإيمان فكافأهم الله أن زادهم هدى وزدناهم هدى وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص شوفوا لك في شهر رمضان وردك تصلي الصلاوات الخمس في وقتها وردك تقرأ القرآن الكريم تصوم النهار تصلي صلاة التراويح تحس بقوة الإيمان تدخل إلى المسجد تجالس الصالحين تحضر حلقة الإيمان تتابع هذه البرامج الدينية تشعر بقوة الإيمان فالإيمان يزيد فزاد الله أهل الكهف إيمانا ثم مدع فعلى أهل الكهف أهل الكهف وسط هذه الفتن قوم مشركين يعبدون غير الله تبتهم الله وربطنا على قلوبهم لأنه ممكن واحد يكون مؤمن ثم مع الفتن يرتد لكن هؤلاء القوم ربط الله على قلوبهم كما ربط على قلب أم موسى تبتهم الله عز وجل الذي يثبت يا إخواني هو الله ما أكتر ما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام في السجود ماذا بنا نقول هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نقول الدعاء الذي جاء في القرآن ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا فأهل الكهف ربط الله على قلوبهم وتبتهم ثم التفتوا إلى قومهم التفتوا إلى حال قومهم رهما مجلسين بنتهم وينظرون إلى قومهم قال هؤلاء قومنا تخذوا من دونه آلهة قومنا تركوا عبادة الله وعبدوا غير الله يا ترى هل قومنا عندهم دليل هم يعبدون الآلهة هل عندهم دليل وبرهان على عبادة الآلهة كلا قال الله تعالى لو لا يأتون عليهم بسلطان بي هل عندهم دليل ما عندهم دليل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بل هم استدلوا يا إخواني بالربوبية على الألوهية قالوا ربنا رب السماوات والأرض مدام هذا الرب هو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأرض هو الخالق وحده هو الذي يُعبد وحده هذه الآلهة لا تخلق شيء إذا لا تُعبد فاستدلوا بالربوبية على الألوهية كانوا عقلاء يعني ما تبعوش قومهم قومهم كانوا قوم مقلدين قوم باتهم وجدودهم يعبدوا الآلهة أما هم لا استخدموا عقلهم قال هذا الآلهة لا تخلق إذا لا تُعبد الرب هو الذي يخلق إذا هو الذي يُعبد وسط هذه الفتن افتقر أهل الكهف إلى الله قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فوقت الفتن لك تكترم الدعاء أن الله عز وجل يتبتك أنت الآن مستقيم على طاعة الله هذا بفضل الله عز وجل بسأت خاف على روحك فهم دعوا الله سبحانه وتعالى ثم عرفوا أنه لا يمكنهم أن يعيشوا مع قومهم ميجموش يعيش مع قومهم لأن قومهم مشركين ميخلهمش هم بين أمرين إما أن قومهم سيقتلوهم أو أنهم سيرتدوا عن دينهم إما غادي يقتلوهم ولهما يولوا كفارك قومهم فماذا فعلوا رأوا أن الحل هو العزلة هو الفرار بالدين إذا كنت عيش في بيئة ولا تستطيع أن تظهر فيها شعائر الإسلام وتخاف على نفسك الفتن أهرب إلى بلدة أخرى إلى منطقة أخرى تستطيع أن تقيم فيها شعائر الإسلام فهم عرفوا أن الحل هو العزلة هو الفرار بدينهم أعز ما يملك الإنسان دينه يا جماعة ففروا بدينهم قال الله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فهربوا وفروا بدينهم في طريقهم تبعهم كلب فسبحان الله دخل أصحاب الكهف إلى هذا الكهف فلما دخلوا إلى الكهف بقي الكلب في الفناء ألقى الله عليهم النوم فناموا والكلب في الفناء يحرصهم سبحان الله ألقى الله عليهم النوم فناموا تلات مئة سنة وتسع سنوات وحافظهم الله إذن رب استجاب دعائهم كيف استجاب دعائهم وما قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فنشر الله لهم من رحمته فذهبوا إلى هذا الغار الذي هو في جبل كهف فألقى الله عليهم هذه النوم هذه النوم التي دامت مدة طويلة وانظروا يا إخواني إلى هذا الكلب الذي تبعهم هذا كلب الكلب من أخص الحيوانات لكنه جالس رفقاء صالحين تبع رفقاء صالحين فلما جالس الصالحين ذكره الله عز وجل قال العلماء هذا فيه دليل على فضل الرفيق الصالح أنا أقول نحن نرى أنه في شهر رمضان كثير من الشباب دخلوا المسجد وتابوا إلى الله ويريدون الاستقامة ورهم يتلذوا ولكن كنا قلوهم دائما إذا أردت أن تثبت على هذه الطاعة وعلى هذه الاستقامة اجتنب رفقاء السوء ولفقاء السوء اضرب عنهم صفحا أهجرهم الأماكن لتذكرك بالمحصية بعد عليها ألقي عليهم السلام ومشي واعتز بدينك أنت تأثر فيهم مشيهم يأثر فيك لكن إذا عدت تجالسهم والله سيؤثرون عليك والصاحب ساحب فنام أصحاب الكهف هذه المدة الطويلة وحافظهم الله في أبدانهم كانت الشمس إذا طلعت سبحان الله تمينوا عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تمينوا ذات الشمال فالشمس كانت لا تصيبهم بحرها هم دائما في ظل دائم الشمس ما تأديهم مش كي تطلع هم دائما في ظل دائم ورب دالهم واحدة الفجوة واحدة الفتحة في الكهف يدخل منها الهواء احنا كما نسموها التهوية على رياصهم فكان هناك فتحة يدخل منها الهواء فحافظهم الله في أبدانهم جعل لهم حارسا كلم كلم عند باب الكهف والشمس لا تصيبهم بحرها وكانت أعينهم مفتوحة وهم ريام هم راقدين وأعينهم مفتوحة كما قال الله تعالى وتحسبهم أيقادا وهم رقود إذا رآهم الرأي يظن أنهم أيقاد وهم في الحقيقة رقود وحفظ الله أبدانهم كان يقلبهم ذات اليمين فالله عز وجل كان يقلب أبدانهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأقول الأرض أسادهم إذن استجاب الله دعاءهم فحفظهم بأبدانهم وإذا رآهم الرأي يصيبه الخوف لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا ولم وليت منهم رعبة الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة تسمى كنت شوفهم يصيبك الخوف لو وليت منهم فرارا خوف فطري لا يلام عليه الإنسان هذه هي بداية قصة أصحاب الكهف وكيف أن الله حفظهم في أبدانهم والقصة لها بقية في الحصة القادمة إن شاء الله فكونوا معنا في الموعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كتاب الله أعذب من هل أنعم به من مورد لمن استقى قد صاله رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ترجمة نانسي قنقر